بحضوري معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية أربع مذكرات تفاهم مع كل من مصرف الإمارات للتنمية ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان وذلك لتسهيل عملية تمويل القروض التكملية فروق القيمة بين قرض البرنامج وقيمة المسكن وذلك للمواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد الإسكان وهي الشراكة التي تأتي عبر تعزيز التعاون بين الوزارة والبنوك والمصارف الوطنية بما يخدم المواطنين من خلال توفير أسعار تنافسية للمستفيدين من قروض البرنامج وتهدف المذكرات إلى تمكين المواطنين من الحصول على أسعار تنافسية للقروض التكملية والتي ستعزز من تمكين المواطنين في استنام المساكن ناسيما المستفيدين من الأحياء السكنية وقد شملت الاتفاقيات حصول المستفيدين على تخفيض على أسعار الفوائد بالإضافة إلى خفض وإلغاء بعض الرسوم الإدارية